نبدأ بقى محضراتكم ولازم في بداية الكلام ولازم لغاية لما ينتهي إن شاء الله أو تنتهي هذه البطولة نقول كل الدعم لفريقنا في مونديال كاس العالم للأندية يعني بعثت الفريق هلاص برئاسة طبعا كابتن محمود الخطيب وصلت المغرب بالفعل وإحنا كنا نتكلمنا عن تفاصيل طبعا المشوار والرحلة الإقامة في تطوان والأهل اليومين الجايين دول مفروض أنه هو حيستعد بشكل بقى يعني شديد ومكثف للمشاركة في كاس العالم للأندية وحيستهل مشواره في البطولة زي ما حضراتكم عارفين بمواجهة وحنقول مواجهة النادي التقيل برضو المنافسة الشديدة أكراند سيتي يوم واحد فبراير تحديدا اللي هو خلاص اللاربع الجاي كريم ده إحنا منتكلم بقى فكرة هنا كواليس كمان والاستعدادات طب بدأت إمتى إحنا قلنا إن هي خلاص أول ما قفلنا صفحة البنك الأهلي وهذا المطش اللي برضو كانت نهاية بالنسبة لنا محلية رائعة وفتحنا ملف العالمي وكاس العالم للأندية وقلنا إحنا هنركز جدا وابتدى من ساعتها بقى التركيز في كاس العالم للأندية وقبل السفر كان مران الأهلي اللي خادوا على ملعب مختار التتش الأخير وإحنا برضو صورناه عرضناه لحضراتكم وكولر كان خلالك برضو اجتماعه باللعبين كان بيبقى حريص جدا إن هو يأكد عليهم يا كريم ضرورة التركيز على مواجهة هنا أوكلاند سيتي وكأن إحنا رايحين البطولة دي كل ماتش بطولة يعني أنا مش باخد مثلا الموضوع كأيه طب أنا حعمل إيه في اللي جاي طب أنا حعمل إيه في اللي جاي طب ريال مدريد طب غيره أنا بركز في كل بطولة لأن أنا لو محددش البطولة الأولى اللي هي أوكلاند سيتي أنا مش حوصل للي بعد كده أصلا فلازم أركز في اللي أنا فيه وبعد كده نشوف أفلنا الملف ده نخش على بعده فالقصة ما هياش بقى أصلا لو وصلت حوصل لفين ولو واجهت حواجه إزاي خلينا نمشي خطوة بخطوة هي دي النقطة الصعبة وده اللي لازم يتم التركيز عليه وأكلاند سيتي برضو من الأندية تقيلة جدا وليليها باع كبير جدا ويمكن كان فيه تاريخ مواجهات قبل كده احنا تقابلنا مرة واحدة يام منوال خسين 2006 آه بالضبط فيعني تاريخ المواجهات مش كتير لكن نتمنى أن هي تكون هذا العام وهذا الموسم إن شاء الله لصالح النادي هيو على فكرة المؤشرات كده تقول إن احنا ماشيين في مصار إلى حد ما مطمن إلى حد كبير